نكون صباح الخير مشاهدين الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير ومن جديد بعد توقف في جلسة أمس الثلاثاء لأموال ومسارات وذلك لنقل القمة الخليجية طيلة نهار أمس الثلاثاء من العلا للمرة الأولى في التاريخ تحتضن هذه المدينة التاريخية والأثرية قمة رئاسية تم التأكيد فيها على تقريبا هو المهم في منطقة الخليج هو وحدة الصف وتكاتفها أيضا خاصة في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية نبارك لمملكتنا الغالية هذه الجهود التي عقدت فيها العزم على جعلها قمة عربية بامتياز لم يقتصر انجاز المملكة على توحيد لحمة منطقة الخليج بل تجاوزت بالأمر حدود الخليج العربي لتصل أيضا إلى دول عربية كمصر أيضا بعد سنوات من الاختلاف يبدو أن هذه المصالحة قد حدثت أيضا ولم تقف عند حدود الخليج العربي وشملت كافة دول الخلاف العربي إذن كما قال أيضا ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان أن القمة ستعزز مسيرة الخير والإزدهار من هنا ننتقل مشاهدين الكرام مجددا لننتظر افتتاح السوق السعودي والمؤشر نترقب هذا الافتتاح وماذا أيضا عن مزاج تاسي في الجلسة التالية للقمة الخليجية بعد أن أغلق خاصة في جلسة أمس على ارتفاع تقريبا بعد المصالحة الخليجية مع قطر بقرابة 20% عند 8682 نقطة جاء هذا الارتفاع في المزاد في اللحظات الأخيرة التي نجح فيها تاسي بتبديل الدفة التي ظلت على مدار الجلسة تكافح من الخروج من المنطقة الحمراء وأيضا كانت تحت رحمة التباين بين مؤشرات الأسهم الكبرى القيادية التي جاءت ما بين مؤيد للصعود وما بين غائب عن التأثير وأيضا ما بين المفضل للثبات في مكانه جاءت من الأسهم القيادية في جلسة أمس والتي قادت المؤشر سهم شركة مصنع الصمعاني الذي بلغ سعره 271 ريال أيضا سهم السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية الذي واصل الارتفاع بقرابة تقريبا 7% وسهم أيضا شركة العمران بهذا تعاملات المزاد في جلسة أمس مشاهدين الكرام أعادت المؤشر إلى اللون الأخضر المؤشر الآن يقترب من مستوى 8700 نقطة هل سيتخطى هذا الحاجز اليوم ليلقي كما نقول محبة منه في نفوس المستثمرين بعد حالات القلق والخوف التي أصابت المتداولين في الجلسات الماضية إذن السوق يفتتح على اللون الأخضر بخمسة نقاط تقريبا يسجل هذا الارتفاع وكما ذكرنا على مشارف تقريبا 8700 نقطة